لم تكن حياة الفنان الراحل أنوار وجدي عادية حيث كان فرساً في حياته العادية بقدر ما كان على الشاشة أمام الجمهور استطاع أنوار وجدي أن يجذب قطاع كبير من الجمهور وأصبح فتى أحلام كتير من الفتيات لكتير من الأعوام ولم يكن فناناً عادية لكنه أحد أهم صنوع السينما في مصر تمثيلاً وتأليفاً وإخراجاً وإنتاجاً عانى أنوار وجدي في بداية حياته الشخصية والفنية من الفقر وعندما عرفت سراء طريقه ده همه المرض الذي أودى بحياته اسمه الحقيقي أنوار يحيل أتال اتولد أنوار وجدي 11 أكتوبر سنة 1901 لأسرة بسيطة عانت من الفقر والإفلاس ده اللي خلاها يهتم بجمع المال ودخل عالم التمثيل عندما أصبح مساعد للنجم يوسف واهبي اتجوز الفنان أنوار وجدي ثلاث مرات من ثلاث فنانات الأولى كانت الفنانة إلهام حسين ولما مسلتش غير فيلمه واحد هو يوم سعيد بطورة محمد عبدالوهاب وتجوز المرة التانية من النجمة ليلة مراد عام 1945 واستمر زواجهم لمدة سبع سنين حتى انفصلوا واقعياً وفنياً اتجوز أنوار وجدي في الفترة الأخيرة من عمره من الفنانة ليلة فوزي وظلت زوجته حتى وفاته ورفقته في رحلاته العلاجية الأخيرة بالسويد أنوار وجدي أجرى عملية جراحية لزراعة كلا صناعية لكنها لم تنجح وفقد بصره قبل أن ينتصر عليه المرض نهائياً ويعود من السويد في صندوق وصل جوزمان أنوار وجدي إلى مصر قادماً من السويد سنة 1955 عند وصول جوزمان أنوار وجدي إلى مصر تجمعت أفراد العائلة حول زوجته ليلة فوزي لمواستها ووصلوها إلى البيت وتركوا الجوزمان في حراسة موظف بمكتبه اسمه ليون ولما الموظف حس إنه بقى وحيد والجميع تركوا مع الجوزمان وسط مطار القاهرة الدولي فقر بالزهاب الجوزمان إلى مكتب الراحل أنوار وجديه بوسط البلد فوجدوا مقفول فاتجه إلى منزله ليجدوا هو الآخر مغلق فقرر المبيت مع الجوزمان في ميدان التحرير حتى صباح اليوم التالي لتشيع جنازته ودفنه في مجبرته الخاصة بالإمام الشفعي الله يرحمك أم فنان عظيم لحد ينا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي هتنسى لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسيبكم فراية تلا وقمنوا حفظوا والسلام عليكم باي باي